أكدت وزارة الصحة اليابانية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد للأسبوع الثالث على التوالي وأضافت الصحة اليابانية أن نحو خمسة ألاف مؤسسة طبية سجلت سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسع وسبعين حالة إصابة خلال سبعة أيام بزيادة قدرها ثلاثة ألاف وسبعمائة وست وتسعون عن الأسبوع السابق عليه وأضحت الوزارة أن متوسط عدد المرضى لكل مؤسسة طبية بلغ ثلاثة فاصل اثنين وخمسين في المئة على مستوى البلاد وهو ما يمثل زيادة أسبوعية بنسبة ثمانية وعشرين في المئة